الجزائريون في حالة غضب كبيرة بعد إعلان الكافة منح هدية ثمينة للمغرب تعليق تاريخي من نجم ريال مدريد بعد تسلمه لأول جائزة مع الفريق الملكي والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما في قرار أثار غيرة كبيرة بالجزائر أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن قرار هام يقضي باختيار المغرب لاستضافة حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2024 إذ يأتي هذا القرار في سياق النجاحات المتتالية التي حققتها المملكة على صعيد تنظيم البطولة الرياضية لأسيما بعد منحها شرف تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2025 ويعنى الحفل بتكريم أفضل اللاعبين واللعبات وكذلك المدربين والمدربات إلى جانب الأندية والمنتخبات التي قدمت أداء استثنائيا على مدار العام وقد قرر المكتب التنفيذي إقامة الحفل للمرة الثانية على التوالي في المغرب وهو دليل على الثقة المتزايدة التي يمنحها الاتحاد الأفريقي للمملكة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة ومن المقرر أن يعقد الحفل في السادس عشر من دجمبر المقبل ليكون مناسبة كبرى تسلط الأضواء فيها على الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم الأفريقية ورغم تحديد موعد الحفل إلا أن المدينة التي ستعتدنها لم تعلن بعد بشكل رسمي حيث لا يزال التنسيق جاريا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاختيار المكان الأنسب الذي يليق بأهمية الحدث وإلى جانب ذلك تم الإعلان أيتا عن استضافة المغرب لنسخة 2024 من نهائيات دورية أبطالي أفريقيا للسيدات التي ستجرى في الفترة من التاسعة إلى الثالث والعشرين من نومبر 2024 اتأتي هذه الاستضافة بعد نجاح المملكة في تنظيم نسخة عام 2022 والتي شهدت إقبالا واسعا ونجاحا تنظيميا مميزا ويعد هذا الحدث استمرارا لجهود المغرب في تطوير كرة القدم النسائية على مستوى القارة الأفريقية إذ يسعى جاهدا لأن يكون في مقدمة الدولة الداعمة لرياضة السيدات وعلاوة على ذلك تستعد المملكة لاستضافة كأس أمم إفريقيا للسيدات لعام 2026 وهو ما يعزز من مكانتها كوجهة رياضية رائدة في القارة حيث أن هذه الخطوة تعد تأكيدا على النجاح المستمر للمغرب في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وقدرته على تقديم مستوى تنظيميا رفيع يتماشى مع المعايير العالمية ويعتبر فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الشخصيات البارزة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المغرب على الصحة الرياضية الدولية فتحت قيادتها تمكنت المنتخبات الوطنية من تحقيق إنجازات غير مسبوقة مسجلة أرقاما قياسية لم تسجل من قبل في العالم العربي وإفريقيا هذه الإنجازات لم تقتصر فقط على مستوى النتائج الرياضية بل امتدت لتشمل القدرة التنظيمية العالية التي جعلت المغرب وجهة مفضلة لتنظيم البطولات القرية والدولية وتعزى النجاحات التي يحققها المغرب في مجال كرة القدم تعزى إلى رؤية واضحة واستراتيجية المحكمة تدف إلى تطوير الرياضة بمختلف مستوياتها بدءا من الفئات الصغرى وحتى المنتخبات الوطنية وقد مكن هذا النهج والمملكة من أن تصبح مركزا للرياضة الافريقية قادرة على صدافة البطولات الكبرى وتقديم مستويات تنظيمية عالية تليق بمكانتها وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات لم تأتي من فراغ بل هي نتيجة العمل الدؤوبي والمتواصل الذي بذله القائمون على الشأن الرياضي في المغرب والذين يسعون جاهدين إلى تطوير البنية التحتية والرياضية وتحسين أداء الفرق والمنتخبات سواء على مستوى الرجال أو السيدات كما أن دعم الاتحاد الافريقية لكرة القدم للمغرب في استضافة هذه الفعاليات الكبرى يعكس الثقة الكبيرة في قدرة المملكة على تقديم تنظيم مثاليا يلق بالقارة الافريقية هذا ويمكن القول أن المغرب أصبح نموذجا يحتذا بها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى القارة الافريقية وتؤكد هذه النجاحات المستمرة أن المملكة تسير بخطة ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي في عالم الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستضاف إلى سجلها الحافل أعرب النجم الفرنسي كيليان بابي لاعب ريال مدريد الأسباني عن سعادته بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر شتنبر وجاء هذا التتويج ليعكس المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه إلى صفوف الناد الملكي هذا الموسم حيث أصبح أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها كتيبة ريال مدريد وكان بابي الذي يبلغ من العمر 25 عاما كان قد انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالة الصيفية في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باري سانجرمن الفرنسي وقد أثبت بابي في وقت قصير قدرته على التأقلم مع أسلوب لاعب الفريق الإسباني مقدما أداء لافتا خلال المباراة التي شارك فيها منذ انطلاقة الموسم وخلال الفترة التي قضاها مع ريال مدريد حتى الآن تمكن بابي من تجيل سبعة أهداف في 11 مباراة لعبها بقميص الملكي وهو ما يعد إنجازا بارسا يعقص قيمته كلاعب مؤثر داخل التشكيل ويعتبر شهر شوتنبر من أبرز الفترات التي تألق فيها اللاعب حيث نجح في إحراز خمسة أهداف وصناعة هدف آخر في أربع مباريات بالدوري الإسباني وهذه الأرقام جعلت منه واحدا من أفضل لاعبي الفريق وصحق بجدارة التتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر وعقب تسلمه الجائزة أدلا بابي بتصريحات تعكس مدى تقديره لهذا التكريم قائلا أنا سعيد للغاية وممتن لجماهير ريال مدريد على دعمهما الدائم إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة لاعب الشهر وهذا يدفعني لمواصلة تقديم الأفضل دائما وضاف مبابي موضحا أن التركيز الأهم بالنسبة لها لا يتمحور حول الجوائز الفردية بقدر ما يهمه تحقيق الانتصارات مع الفريق قائلا الأكثر أهمية بالنسبة له هو الفوز بالمباريات خلال هذا الشهر وأنا أتطلع إلى تكرار هذا النجاح والحصول على الجائزة مرة أخرى في المستقبل وفي إطار حديثه عن المرحلة المقبلة أشار مبابي إلى التحديات القادمة التي تنتظر الفريق مشددا على أهمية الحفاظ على الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية وتابع قائلا لدينا ثلاث مباريات مهمة للغاية في الفترة القادمة ونحن مستعدون لها بشكل جيد نأمل أن نواصل تقديم مستويات قوية ونحقق الفوز في كل مباراة ويعكس حديث مبابي احترافيته العالية وتركزه على مصلحة الفريق بشكل أساسي حيث يظهر حرصه على تحقيق النجاح الجماعي بالإضافة إلى الإنجازات الفردية وتاتي هذه التصريحات في وقت يبدو فيها ريال مدريد بحاجة ماسة للحفاظ على السمرارية الأداء القوية خصوصا في ذل المنافسة الشريسة في الدوري الإسباني ودوري أبطالي أوروبا اشتركوا في القناة